السلام عليكم في هذا الفيديو سأريكم كيفية قفل اليوتيوب برقم سري وسأريكم في نهاية هذا الفيديو شيء مهم بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون هاتف سامسونج لذلك يجب عليك مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية وكذلك الأشخاص الذين لا يمتلكون هاتف سامسونج سوف أخبرهم بشيء آخر مهم سأضغط من هنا على متجر بلاي قم بالدخول إليه ثم ابحث هنا عن أبلوك ثم قم بالضغط على هذا التطبيق قفل التطبيقات قم بالضغط على تثبيت وانتظر ريتما ينتهي من تحميل التطبيق النسخة المجانية لهذا التطبيق تظهر بعض الإعلانات لذلك في نهاية هذا الفيديو سأخبركم كيفية منع ظهور إعلانات على التطبيقات الموجودة في هاتفك وهذا هو الشيء المهم الذي أريد إخباره بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون هاتف سامسونج تم الانتهاء من تحميل التطبيق قم بالضغط على فتح من هنا كما تشاهدون هذه واجهة التطبيق يقول لأدخل الرقم السري الذي تريد به قفل التطبيقات سأدخل هذا الرقم التجريبي أمامكم ثم اضغط على Create أكد الرقم ثم اضغط على Save بعد ذلك تنبطق معك هذه الواجهة قم بإعطائه الصلاحية صلاحية الوصول إلى التطبيقات حسنا سأضغط على تفعيل ثم سأفعل هذه أيضا حسنا سأبحث عن التطبيق أدخل إليه وأفعل هذه الصلاحية ثم سأضغط على OK هنا ابحث عن اليوتيوب ولكن قد لا تجد اليوتيوب هنا لأن التطبيق يقوم بقفله بشكل تلقائي لأنه يقوم بقفل جميع التطبيقات المهمة لديك في الهاتف بشكل تلقائي كما تشاهدون على الستوديو مكان الصور والفيديوهات تيليجرام صور جوجل فيسبوك وإلى آخره من التطبيقات المهمة فهو يقوم بقفلها نيابة عنك مثلا سأجد هنا اليوتيوب كما تشاهدون سأدخل الآن إلى اليوتيوب كما تشاهدون لقد أظهر لي إدخال رقم السري للوصول إلى اليوتيوب سأقوم بإدخاله هنا كما تشاهدون لقد تم فتح معي اليوتيوب لكن إذا أردت إزالة هذا القفل من تطبيق اليوتيوب أو أحد التطبيقات التي لا أريده من هذا التطبيق بقفله إذا دخلت إليه سأقوم بكتابة الرمز السري مثلا أنا لا أريده أن يقوم بقفل المسنجر سأقوم بإزالة القفل على هذا الشكل ولن يطلب مني إذا دخلت إلى مسنجر برقم سري كذلك إذا أردت هنا قفل بعض التطبيقات سأضغط من هنا مثلا على هذا التطبيق اتجاه قبله سأقوم بقفله وهكذا إذا دخلت إلى هذا التطبيق سيطلب مني الرقم السري الذي أنشأناه لكن هناك شيء مهم يجب عليك القيام به فمثلا إذا أخذ أحد الأشخاص الهاتف الخاص بك وأرد أن يدخل إلى اليوتيوب لكن طلب منه إدخال الرقم السري فماذا سيقوم وبفعله سيأتي إلى هذا التطبيق الذي قمت بإنشاء الرقم السري من خلاله سيقوم بدغطة مطولة لهذا التطبيق ثم سيضغط من هنا على إلغاء التطبيق ثم سيضغط على OK إذا دخل الآن إلى يوتيوب كما تشاهدون لن يطلب منه الرقم السري لذلك هذا التطبيق أنا لا أنصحه باستعماله لذلك بالنسبة للأشخاص الذين لديهم هاتف سامسونج أنا أنصحهم بطريقة رائعة وآمنة تدعمها شركة سامسونج لقد قمت بشرحها في فيديو سابقا في قناتي كيفية وهي هذه الطريقة صراحة هذه الطريقة آمنة ورائعة أنصحكم بها فهي تقوم بحماية تطبيقات الخاص بك وقفلها وليس كالطريقة التي شرحته الآن فكما شاهدتم إذا قمت بإلغاء تتبيت التطبيق الذي يقوم بإنشاء كلمة سر على التطبيقات فلا تبقى لا كلمة سر ولا شيء وبالتالي يمكن الوصول إلى التطبيقات بسهولة أما هذه الطريقة التي شرحت في هذا الفيديو فلن يستطيع إلغاء تتبيت ذلك التطبيق لأنه مدعوم من السامسونج وإذا أراد إلغاء تتبيته فسيطلب منه الرقم السري وبالتالي لن يستطيع ذلك أما بالنسبة للأشخاص الذين يريدون استعمال هذا التطبيق لأنه ليس لديهم هاتف سامسونج فأنا أنصحك باستعمال طريقة لقد شرحته في القناة حول كيفية منع ظهور الإعلانات لأن النسخة المجانية من هذا التطبيق تظهر لك بعض الإعلانات المزعجة فأنا لقد شرحته في القناة طريقة منع الإعلانات من الظهور في هاتفك فأنا سأتركها لكم في نهاية هذا الفيديو وأشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء